المترجم للقناة المترجم للقناة طيب خليك معنا أبو نادر اسمع الجواب شو كان إلك أبو نادر ونحييك باليمن شو كان إلك على السؤال أبو نادر بس ممكن أنت مؤمن بالمسيح أنا مؤمن بالمسيح طيب ربنا يباركك اسمع الجواب وسؤالك مهم أبو نادر الآن لما عرفنا الوحدانية المانعة وحكينا أن المانع هي مانع لوجود أي إله آخر ما فيش إله آخر غير الإله الوحد هيك المقصود بكلمة مانع مش مجرد إضافات يعني أنت المذكر للإصلاح طبعا بهذا طبعا نؤمن أن الله لا يتغير الله لا يحصل عليه تغيير ولا يتجدد ولا يتحسن هو كامل مش بحاجة إلى تحسين ولا نقص شيء يعني لا يعتريه تغيير ولا ظل دورا الآن تعليم الكتاب مقدس ليس أنه الله تغير وصار إنسان هيك بيكون تغيير صار الله ما تغير بطل الله وصار إنسان هو بيتكلم عن فكرة ابن الإنسان يعني أوكي اللي صار أنه الله أضاف طبيعة بشرية ولم يتغير هو بذاته مثلا لو نقول الملك صار راعيا يعني تخفى بشكل راعي ومشى في وسطنا لكن لا زال ملكا لم يتخلى عن كونه ملكا فالله بقي الله دون أي تغيير فيه إنما لما أضاف الطبيعة البشرية هذا تعبير عن صفة المحبة الغير متغيرة فيه تعبير عن صفة التواضع صفة الرحمة صفة الله الذي يمتد إلينا تم التعبير عنها في التجسد فالتجسد ليس تغيير في الذات الإلهي إنما تعبير عن الذات الإله هو ليس تغيير إطلاقا إنما تعبير بعشي إذا هذا بوضح لكن المسيح لما اتخذ جسد في ملء الزمان لكن حمنا نتكلم عن ابن الإنسان كمان الأزلي مش يعني بفترة معينة اتخذ جسد مظبوط لكن ابن الإنسان بظل ابن الإنسان حتى للأبد في مجيءه الثاني للنهاية في السماء فإذا ابن الإنسان تعبير عن طبيعته البشرية هو يمثل الإنسان فعندك تعبيرين مقابل بعضهم البعض وهذه اللي بركز عليهم سفر الرؤية طب ابن الله وابن الإنسان طبيعة الإلهية الطبيعة البشرية في هالإنسان في هالشخص العجيب اللي يجمع الطبيعتين في ذاته وهذا رح نحكيه في حلقة قادمة دكتور عمادي يمكن عشان نوضح للمشاهد هذه الفكرة بشكل الأعمق أعمق موسيقى اشتركوا في القناة